موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية والبداية مع أبرز العنوين تمديد فترة الترشح للدورة التاسعة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأدب موسيقى متاحف مدينة برلين تعيد فتح أبوابها للزور موسيقى طابط أوقاتكم أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة الثقافية أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم عن تمديد فترة الترشح للدورة التاسعة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها السلطنة ودول العالم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وقد تم تمديد الترشح للدورة الحالية إلى يوم الخميس الثامن من أكتوبر المقبل سيتمكن الزوار الألمان ومرتادوا المتاحف في برلين من زيارة معالمها بعد أن أعيد فتح أبوابها مع بدء تخفيف التدابير الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا وفرضت إدارة المتاحف في برلين اشتراطات صحية يتقيد بموجبها الزوار مقللة في الوقت ذاته من عدد الساعات المخصصة للزيارة أعادت المتاحف في العاصمة الألمانية برلين فتح أبوابها للزوار مع إجراءات احترازية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا بعد أن بدأت ألمانيا تخفيف تدابيرها المشددة في مواجهتها لهذه الجائحة تشترط إدارات المتاحف على الزوار والموظفين إبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بين بعضهم البعض إلى جانب ارتداء أغطية للفم ولا اشترط أن تكون كمامات طبية فبالإمكان ارتداء أغطية مصنوعة من القماش كما تنصح بابتياع التذاكر عن طريق المواقع الإلكترونية عوضا عن شرائها من صندوق التذاكر بهدف التقليد من الاحتكاك بين الزوار والموظفين وإلى أن يتم إيجاد لقاح أو علاج لوباء كورونا فإن المتاحف الألمانية ستسمح بدخول عدد محدود من الزوار في اليوم الواحد كما تم التقليل الساعات المخصصة للزيارة شيئا فشيئا تعود الحياة إلى مدينة بيرلين الشهيرة بمتاحفها التي تجتمع في جزيرة خاصة تعتبر ساحة ثقافية تقدم المعرفة الممزوجة بالترفيه بعد أن المطاعم والفنادق والمحلات التجارية الموجودة سواء في جزيرة المتاحف أو في جميع أنحاء ألمانيا سيتم إعادة فتحها في الأسابيع المقبلة مع متابعة مستمرة لمستويات الإصابة بفيروس كورونا أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمانة ثقافية وتتابعون فيها بعد قليل رسومات جدارية لفنان مغربي لنشر الوعي بفيروس كورونا التباعد الإجتماعي ببساطة هو أن تترك مسافة بينك وبين الآخر ما يقارب المترين فلا للتقمعات، لا للزيارات، لا للفعاليات ولا للمطاهي والمطاعم، لا للنوادي الرياضية، لا للمنتزهات وتجنب المواصلات العامة كارثة هددنا إذا ما تقيد الجميع بإرشادات التباعد الإجتماعي ومع الزيادة الهائلة للمرضى وفي فترة قصيرة ما بيحصل على الرعاية الصحية من يحتاجها وبنفقد للأسف أرواح عزيزة علينا أما إذا تقيدنا بهذه النصائح فيمكن للجميع الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وفرصة لإنتاج لقاح أو علاج للمرضى المتفشي التباعد الإجتماعي حماية لمجتمعي أهلا بكم الجديد يتعاون فنان مغربي واتحاد محلي لتلوين جدار حي في مدينة سلا يهدف العمل الفني لنشر الوعي بفيروس كورونا المستجد وتكريم أولئك الذين يسعون للحد من انتشاره لطالما كان الفن الجرافيتي أو الرسم على الجدران الأسلوب التعبيرية الأقرب إلى جميع شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم وتاريخيا كان الرسم على الجدران يؤدي دور الصحيفة اليومية التي تنقل الأخبار وترسل عبرها الرسائل المباشرة والمبطنة ورغم تطور وسائل الاتصال يستمر هذا الفن في ممارسة تأثيره وخاصة في هذه الأزمة العالمية كورونا في حي الرحمة بمدينة سل المغربية قدم الفنان حمزك حيل لوحات جدارية كبيرة بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر فيروس كورونا ولم ينسى الفنان أن يقدم شكره وثناءه للكوادر الطبية والعسكرية تقديراً للجهود الجبارة التي يبذلونها للحد من انتشار هذا الوباء تعاون الفنان حمزة مع اتحاد المحلي لرسم اللوحات الجدارية وتلوينها ليبعث من خلالها رسائل ترجو الناس بأن يلزموا بيوتهم ويتقيدوا بقرارات السلطات المغربية جدير ذكره أن الإغلاق العام في المملكة المغربية سيستمر حتى العشرين من مايو الجاري وعودة إلى ألمانيا حيث يمارس السكان هواياتهم بشكل حذر رغم رفع قيود الحضر والإغلاق فقد شاهد المئات عرضاً مسرحياً من داخل مركباتهم تجنباً لانتقال العدوى وحفاظاً على مسافة الأمان بينهم بعد رفع قيود الحضر والإغلاق الكلي في ألمانيا احتفل المئات بأسلوب جديد فرضته جائحة كورونا وربما قدم حلولاً لمشكلة مواقف السيارات حيث استفرد فنان الدي جي بالمسرح وبقي الجمهور في سياراتهم حفاظاً على مسافة الأمان بين بعضهم البعض حتى لا يتعرضوا للعدوى واشترطت السلطات الألمانية ألا يوجد في السيارة الواحدة أكثر من راكبين حيث قام الحضور باستخدام العصي المضاءة بالليزر مع استخدام أضواء السيارات وأبواقها للتفاعل في هذه الاحتفالية التي أسعدتهم بعد فترة طويلة من العزل التام ومنع التجمعات والاحتفالات في ألمانيا جميل الاحتفال في السيارة تشعر أنك بين الناس ولكن لديك حفلتك الخاصة أشعر بأريحية تامة فانا لا أتعرض للإصطدام وهذا أبهجني أكثر مما كان عليه الوضع سابقاً يذكر منظمو هذه الاحتفالية أن جائحة كورونا عرضت نشاطهم التجاري المتمثل في تنظيم الفعاليات إلى خسائر مالية كثيرة وحاولوا تغيير توجههم في العمل عبر السينما المنزلية أو السينما المفتوحة ولكنها أصبحت رئيشة كثيرة في ألمانيا فقرروا الاستمرار في تنظيم الحفلات الموسيقية مع الالتزام بقوانين التباعد الجسدي فخرجوا بهذه الفكرة الجديدة ويرى المنظمون أن البهجة التي أطفاها أسلوب التباعد الجسدي على الحضور جعلتهم يتغاضون عن الأرباح القليلة التي يحققونها مقارنة بأرباحهم قبل الإغلاق فصحة الجمهور هي أولوية بالنسبة لهم قبل ختام نشراتنا الثقافية هذه عادة لأبرز العنوين تمديد فترة الترشح لدورة التاسعة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب متاحف مدينة برلين تعيد فتح أبوابها للزوار إلى أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الفتاح شكرا لمتابعتكم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة